اشتركوا في القناة قاض علي على أهل العراق ومن معهم وقاض معاوية على أهل الشام ومن كان معه إنا ننزل عند حكم الله وكتابه ونحيي ما أحيى الله ونميت ما أمات الله فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص عملا به وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة أتحكمون في دين الله الرجال لا حكم إلا لله فشت بين الجند مقالة القراء لا حكم إلا لله فلما سمع أمير المؤلمون لا إمرة إلا لله ألا فاعلم أنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويأخذ به بالضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح من فاجر قبل دخولنا الكوفة انعزل قسم من جيشنا ممن اعترض على قبول أمير المؤمنين التحكيم مغاضبين له وانحازوا إلى مكان يسمى حروراء أما بقية الجيش فدخل الكوفة وعندما عاد أمير المؤمنين الكوفة كتب إلى الأمصار يشرح لهم ما حدث أكمل يا ابن أبي رافع عن الكتاب الذي بدأنا به كي نرسله إلى الأمصار ليعلم المسلمون حقيقة ما جرى بيننا وبين أهل الشام بعد الحمد لله والصلاة على نبيه أكتب كان بدء أمرنا أن التقين والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء فقلنا تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء نائرة وتسكين العامة حتى يشتد الأمر ويستجمع فنقوى على وضع الحق مواضعه فقالوا بل نداويه بالمكامرة يا ابن عباس انطلق إلى هؤلاء القوم الذين اعتزلون في حروراء فحاورهم وجادلهم بالحسنة عصى الله أن يهدي قلوبهم إلى الحق على يده سافعلوا يا أمير اليوميني يا يهدي هذه الدرع درعي لم أبعها ولم أهبها لأحد فكيف وصلت إليها؟ الدرع في حوزتي وهي ملك يدي إذن هي لي لنحتكم إلى القاضي شريحا إذن هيا ما الذي يشغل بال الأمير؟ مصر فيها مصر بن وطا ومعوية بن حديش وسلمة بن مخلت في حربته يتوقون شوقا من اقتصاص من قدرة عثمان فلو استطعنا ضم مصر إلى الشام فستكون قوة كبيرة قادرة على فعل الكثير أعرفهم مذكو الدولي على مصر هم أسياد مطاعون في قومهم وقوة لا يستهان بها وماذا سنفعله بقيس بن سعاد؟ هل تظنه سيكون عونا لنا فيما يبتغيه؟ ولكنه والي علي على مصر وهل يكره علي الاقتصاص من قتلة عثمان؟ لا والله أفنى جيش طلحة والزبير القتلة من أهل البصرة فهل عاتبهم على ذلك أو اعترض؟ لا إن اتصصنا منهم في مصر نريحه من ذلك ولا يبقى إلا قتلة أهل الكوفة يا عبدالله بن وهب بن الراسبي هذه واحدة فما الثانية؟ أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم فإن كانوا كفارا فقد حل سبيهم ولا إن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتلهم وهذه الثانية فما الثالثة؟ استجاب لأهل الشام يوم صلحه مع معاوية فمح عن نفسه اسم أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين أعندكم شيء غير هذا؟ حسبنا هذا إن قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ نعم أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأني أقرأ عليكم من كتاب الله عز وجل أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم وأمر الله تعالى أن يحكموا فيه أي؟ في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم وكان من حكم الله بالأمر تحكيم الرجال العدول ناشطكم بالله أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين أولى أم حكمهم في أرنب؟ بل في إصلاح ذات البين وفي مرأة وزوجها يقول تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ناشطكم الله أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين أولى أم حكمهم في بضع امرأة أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أو تستحلون سبي أمكم عائشة يوم الجمل أتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم فإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم وقد قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم بضللتين ائتوا بمخرج منهما هل خرجت أنا من هذه؟ نعم والثالثة؟ أما أنه محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا أتيكم بما ترضون ألا تذكرون يوم صالح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المشركين في الحديبية؟ نعم ألم يقل اكتب يا علي؟ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لما قاتلناك إنما اكتب اسمك واسم أبيك فقال أمح يا علي أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أليس هذا ما حدث؟ والله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من علي وقد محى نفسه وما محوه نفسه محوا من النبوة أهناك شيء آخر تأخذونه على أمير المؤمنين؟ أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم وثوبوا إلى رشدكم وعودوا إلى الحق فإن من عرف الحق وحاد عنه خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر فاستجاب كثير من الخوارج لابن عباس معلنين ولاءهم لأمير المؤمنين لا يكفي قولك يا أمير المؤمنين إنني أحتاج إلى بينا فإن لم تأتني ببينا حكمت بالدرع إلى اليهودي لا بينت لدي أيها القاضي ألست أنت من عينته قاضيا وتقدر على عزله؟ بلى سبحان الله كنت قادرا على استرداد درعك مني عنوة إلا أنك قاضيتني إلى قاضيك وقاضيك قضى عليك فتركته ولم تعزله أشهد أن هذا لحق هذا ديننا وهذا ما يأمرن به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله وأن الدرع درعك كنت راكبا يا أمير المؤمنين على جملك الأورق وأنت متجه إلى صفين فوقعت منك درعك ليلا فرأيتها وأخذتها لنفسي بما أنك قلت الحق وأسلمت فهي لك ماذا يريد معاوية؟ الاقتصاص من قتلة عثمان ويريدني أن أعينه على ذلك هل ستعينه؟ الاقتصاص حق أمير المؤمنين ما أنا إلا وال على مصر أقوم بأمرها من قبل أمير المؤمنين سأكتب إلى معاوية بذلك يا أمير المؤمنين سافر أبي مع نفر من رجال فعاد ولم يعد أبي وعندما سألتهم عنه قالوا ماتوا في الطريق ودفناه رحمه الله سألتهم عن ماله فقالوا ما ترك شيئا وأنا أعلم أنه سافر ومعه مال كثير فشكوتهم إلى شريح القاضي فاستقدمهم واستحلفهم فحلفوا وخلى سبيلهم فهل لا أنصفتني يا أمير المؤمنين؟ يا ابن أبي رافع أبلغ الشرط أن يحضروهم إلي حالا وأوكل بكل رجل منهم اثنين من الشرط يمنعانه من رؤية شركائه أو الحديث معهم السمع والطاع أخبرني عن أبي هذا الشاب أي يوم خرج معكم؟ خرجنا في أول الشعبانة يوم الأربعاء أين نزلتم؟ في داري صديقا لي في البصرة متى مات والده؟ العصر من غسنه ومن صلى عليه؟ ومن دفنه وأين دفن؟ نحن غسلناه وصلينا عليه ودفنناه في بستان أول البصرة ماذا أكلتم في داري صديقك؟ اللبن والتمر الله أكبر ظهر الحق أخرجوه مات والده عند الظهيرة ودفنناه قرب الدار التي نزلنا بها وماذا أكلتم في الدار التي نزلتم بها؟ أكلنا أكلنا ثريداً أخرجوه ماذا أجابك قيس بن سعد؟ لم يوافق ولم يخالف ترك الأمر معلقاً لا يصلح وضع هكذا إن إبقاء قيس والياً على مصر ليس في مصلحتنا سننشر بين الجند ما سأقوله لك عن قيس الله أكبر الله أكبر ظهر الحق يا عدو الله قد عرفت عنادك وكذيبك بما سمعت من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق يا أمير المؤمنين والله قد كنت كارهاً لما صنعوا وما رضيت بقتله لكنهم ألزموني السكوت سأخبرك بكل ما حدث مرحباً بك يا مطر ها طمني كيف أهلنا والديار؟ بخير ظننت أنني أقوى على فراقك وأن أهلي وأخواني سينسونني إياك مرحباً بك يا مطر هناك سبب آخر دعاني إلى القدوم إليك ما هو؟ قصدت مكة كي يؤدي العمرة فسمعت كلاماً يتناقله الناس ورأيته يتردد هنا فرأيت أن أخبرك به هل؟ يشيع بعض أهل الكوفة أن قيس بن سعد يرسل معوية بن أبي سفيان وأن اتفاق يتم بينهما؟ لا أصدق قيس بن سعد لا يعرف الخينة والغدر إن هي إلا إشاعات تتناقلها الألسن وما أرى معوية ببعيد عنها هذا كلام غير صحيح إنما أنقل لأمير المؤمنين ما يتدوله الناس في الخفاء وأرجو من الله أن يكون كذباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا أريد أن أكدر عليه فما زلت أستطيع تحمل الألم لكن ألامك كثرت في الأوليات الأخيرة الحمد لله على كل حد يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب من استغن فيها فتن ومن افتقر فيها حزن ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واتت ومن أبصر بها بصرت ومن أبصر إليها أعمت يزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين وصفت فأحسنت كنت سأقول هل وصلك ما يتدوله الناس حول قيس بن سعد نعم يتداول الناس أنباء عن مراسلات بين قيس بن سعد ومعاوية وأن قيساً جنح لمعاوية ووالاه وأنت ما ترى يا أمير المؤمنين قيس رجل نادر ما يجود الزمان بمثله ما عرف الغدر والخيانة مذعرفته وما أرى الإشاعات التي تتداول إلا لزعزعة الثقة بيني وبينه والله هذا ما كنت سأقوله في قيس وأرى أن في الأمر كيداً من معاوية ولكن المقالة انتشرت وصدقها بعض الجهالة من العوام وأخشى يا أمير المؤمنين إن أنت تجاهلتها ولم تعالجها أن يؤدي ذلك إلى انشقاق كبير وأنت تعلم ما أسرع أن يطير الناس إلى الفتنة صدقت وهذا ما عزمت عليه سأرسل إلى قيس بن سعد ليأتينا إلى الكوفة فإني بحاجة له ولأمثاله في مقبلات الأيام وسأعهد بأمر مصر لمن يخلفه فيها بخير ومن ترى أهلاً لذلك؟ محمد بن أبي بكر نعم الاختيار محمد وانشاب وانشجاع ومخلص أرى أنه سيكون عند حصن ظن أمير المؤمنين نادي بن أبي رافع كي يخط لي الكتاب إن شاء الله بإذنكما أرى يا أمير المؤمنين كأنك عزلت قيس بن سعد عن مصر مكره نعم ما عزلته لشك في طاعته أو سوء في سلوكه بل لإلحاح الكثيرين يا أمير المؤمنين درء الفتنة خير من الوقوع بها قد يكون ابن سعد بريئاً مما نسب إليه لكن ما تتناقله الألسن لا يحب الرضا ولا يدعو إلى الاطمئنان ونحن لا نلومك على عزله إنهم لا يعرفون قيس بن سعد كما أعرفه أنا لما أنت هنا؟ ما بك؟ يشعون أن قيس بن سعد يراسل معاوية وقد صار يمالئه لا ما جاء عن قيس إن هو إلا كذبة والله وحده يعلم كيف ولماذا انتشرت وحرقوس بن زهير والراسبي يزعمان أن أمير المؤمنين قد تراجع عن التحكيم وأعتبره خطيئة تابعاً خطيئة أيها الناس سأنفذ أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس حكماً من قبلي يحكم بكتاب الله لا تفعل إن الحكم إلا لله سأنفذه فقد كتبنا بيننا وبين القوم عهوداً لا يجوز الإخلال بها وإلا عد غدراً ونقداً للأيمان والعهود قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة لسنا على رأيك ونبرأ إلى الله مما تفعل لن ألزمكم أمراً لا ترونه لكن اعلموا أن لكم عندنا ثلاثة لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم حتى تقاتلون لقد كفرت يا علي فاجهد على نفسك بالكفر وتب إلى الله مما صنعت ويحكم أبعد إيمان بالله ورسوله والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على نفسي بالكفر لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أرسل في طلب أبي موسى الأشعري السلام على أمير المؤمنين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعال يا محمد فلدي ما أصيك به قبل انطلاقك إلى مصر اعلم يا محمد إنك وأن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن عرض عليك أمران أحدهما للآخرة والآخر للدنيا فابدأ بأمر الآخرة ولتعظم رغبتك في الخير ولتحسن فيه نيتك ثم اعلم يا محمد أني وليتك أعظم أجنادي أهل مصر ووليتك ما وليتك من أمر الناس فأنت محقوق أن تخاف فيه على نفسك وتحذر فيه على دينك ولو كان ساعة من نهار فإن استطعت أن لا تسخط ربك لرضى أحد من خلقه فافعل فإن في الله خلفا من غيره وليس في شيء خلف منه فاشتد على الظالم ولن لأهل الخير وقربهم إليك واجعلهم بطانتك وإخوانك سأعمل على ذلك يا أمير المؤمنين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين أتتنجز وعدك لزيارة بيت الله الحرام أخشى أخشى أن أقابل وجه ربي قبل زيارة بيته لك ذلك يا جدا لك ذلك لا بس تذهب عندما يصير القمر ودرا اتعدني بذلك أعدك بذلك يا جدا أعدك بذلك أمتأكد أنت من هذا؟ نعم هذا الألم المتكرر لا ينظر بخير وأسأل الله أن ينجيها من عواقبه ما العمل إذن؟ سمعت بطبيب يقال له أبو منصور الأهوازي يشهد له بالعلم وطول الباع في هذا المرض يعيش في الأهواز إن أخذتها إليه قد يجد لها علاجة إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقرأ وثيقة التحكيم التي اتفقنا عليها كي تعمل بها وتعرف حدودها وعلى ما نصت بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما فيما ترى ضيافيه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم إنا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته نحي ما أحيا ونميت ما أمات على ذلك تقاضينا وبه تراضينا وإن علي وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرا وحاكمة ورضي معاوية وشيعته بعمر بن العاص ناظرا وحاكمة على أن علي ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمر بن العاص عهد الله ومثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن يتخذا القرآن إماما ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مصدورا وما لم يجدا في الكتاب رداه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة صلى الله عليه وسلم لا يتعمدان لها خلافا ولا يبغيان فيها شبهة وأخذ عبد الله بن قيس وعمر بن العاص على علي ومعاوية عهد الله ومثاقه بالرضى بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وليس لهما أن ينقضى ذلك ولا يخالفاه إلى غيره إذا مات أحد الحكمين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله حررت القضية والمفاوض بين الفريقين ورفع السلاح كفا أردت تذكيرك بما تقوله الوثيقة كي تعمل وفقها ولا تحيد على اسمعي ابن العاص الناس كرهوا القتال وما زالوا يبكون موتاهم حتى الآن فاحرس على الصلح والسلم بشروط مرضية ولا تقطع بأمر فيه جهالة حتى تسألني اطلق على بركة الله وتذكر ما تقول الوثيقة إن أنتما لم تحكما بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله حتى القضاء الأجل فالحرب بعدكما هي الحكم لا أحد يريد الحرب لا تألوها جدا في مني على بركة الله ليكون الصلح والسلام منارتك وحقن دماء المسلمين غايتك ما عرفتك إلا رجلا يخاف الله ويحرص على أرواح المسلمين فاعمل على ذلك جهدك وليكن الله حليفك انطلق على بركة الله لا تأسى ما عهدتني عليه يا بني سأنطلق غدا إلى مكة بإذن الله أهلا أهلا بابن أبي بكر أهلا بابي القاسم الولاة المعزولون عادة يتضايقون من الولاة الجدد أما أنا فأكن لك التقدير والاحترام وأخلصك نصحي لست معزولا بل رغب أمير المؤمنين قربك وبقاءك عنده كي ينتفع بعلمك ورأيك والله ما أكن إلا الحب والولاء لأمير المؤمنين وأعلم أنه ما عزلني عن ضغينة أو ريبة بل لكثرة إلحاح من حوله في عزلي صدقت فهو لم يفقد ثقته بك يوما اسمع يا أبي القاسم أنت جئت من عندي أمير المؤمنين وليس عزله إياي بمانعي أن أقدم النصحة لك وله وأنا من هذا الأمر على بصيره دع أهل خربت الذين لم يبايعوا أمير المؤمنين ومن انضم إليهم على ما هم عليه فإن أتوك فاقبلهم وإن تخلفوا عنك فلا تطلبهم وأنزل الناس على قدر منازلهم وإن استطعت أن تعود المرضى وتشهد الجنائز فافعل سأعمل بنصيحتك وأسأل الله أن يلهمني ما فيه الصواب كم بقي من الزاد لا شيء نفذ الزاد كله ألمحوا خباء قرب تلك التلة إن وجدنا الزاد لديهم نجونا وإلا سنلاقي أوقات عصيبة ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سأنهر لهم ناقة جهز التعامد الطهر ترجمة نانسي قنقر 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 كم بقي معنا من المال أربعمائة درهم فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للوقعة لما توقف عن نحر نوقه حتى يقضي على كل حلاله خذوا متاعكم ولا تعودوا إلى مثلها مرة أخرى والله هذا كل ما نملك ونعلم أنه قليل لكن لا نملك غيره ليس هذا ما يزعجني ليس ما تركتم ولا كميته لن أأخذ منكم شيئا فخذوه لا لن نأخذه والله لم تأخذوه لأميلن عليكم بسيفي وقاتلكم ولن أبكي منكم راته لن فخذوه إن قوم لا نبيع القرى والله ما أملت أن أكون على حالة رجل كما أملت أن أكون على حالة هذا الرجل لله دره مر شهر على موادعة أهل خربتهم عملت من صيحة قيس بن سعد عصى الله أن يلهمهم الصواب فيأتون مبايعين طائعين ولكن يبدو لي أنهم فهموا موادعة لهم وهنا وضعفة ما الذي تنوي فعله أيها الأمير؟ سأكتب إليهم أدعوهم إلى البيعة إن استجابوا لنا سكتنا عنهم وإن أبوا أريتهم من الشدة ما يجعلهم يثبون إلى رشدهم لك ذلك سأكتب إليهم كيف هي الآن؟ لا تكاد تصحوا حتى تطلب مني إعادتها إلى الكوفة لقد ملت الابتعاد عن الأهل أسأل الله لها الصحة والعافية بارك الله فيك يا متر ما الذي يقلقك؟ مصر فأهل خربت على عنادهم ومحمد تغمره روح الشباب وما ترى في هذا الأمر يا أمير المؤمنين؟ ليس لهذا الأمر إلا الأشتر النخعي سأرسله إلى مصر أرسل في طلبه لك ذلك بإذن أمير المؤمنين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم كيف هي لان أيها الطبيب؟ حلو تزداد سوءا أفعل ما بوسعي لكن الشفاء من عند الله لا إله إلا الله أيمكنني نقلها إلى الكوفة؟ إنها تلح علي في ذلك لا فهي لا تحتمل مشاق الصفر سأزوره غدا لأطمنى عليها جزيت خيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحبتك السلام اسمع يا مالك قد وليتك مصر وليس لها غيرك أخرج رحمك الله فأني إن لم أوصك اكتفيت برأيك واستعن بالله على ما أهمك واخلط الشدة بضغط من اللين وارفق ما كان الرفق أرفق واعتزم بالشدة حين لا تغني عنك إلا الشدة ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جبانا يضعفك عن الأمور ولا حريصا يزين لك الشره بالجور فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباتا وأثرا وليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم فاصطفي لولاية أعمالك أهل الورع والعفة والعلم والسياسة يا أبا موسى لقد رأيت ما حل بالمسلمين من حروب وفتن وقد فوض لنا علي ومعاوية أمر خلافهما لنبت فيه بموجب كتاب الله وسنة رسوله الجامع فما ترى أرى أن المسلمين ملوا الحرب والقتال فقد استحر بهم القتل والخراب وقد آن الأوان لنضع حدا لهذا النزاع أعي ما تقوله فأنت كنت من أول المعتزلين للفتنة وممن كان يحرد الناس على اعتزالها خوفا أن يحدث ما حدا لنعود إلى الخلاف الذي اجتمعنا لأجله أمير المؤمنين علي بن أبن طالب يرى التسكين والمبايعة أولا ثم يتم الاقتصاص من قتلة عثمان أما معاوية فيرى أن يتم الاقتصاص من القتلة قبل المبايعة وقد بيّن رأيه في ذلك مرارا وتكرارا أن سلموني قتلت عثمان أولا ثم أبايع عليها فمحل النزاع إذن أي الأمرين يسبق الآخر أرى أن معاوية محق في طلبه فهو ولي دم عثمان بحكم سنه ومركزه وقرابته وإن لم يقتص من القتلة الآن ضع دم عثمان اشتركوا في القناة